موسيقى موسيقى سعتم صباحاً مشاهدين أهلاً ومرحباً بكم إلى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم الأربعاء العملياً الرابع والعشرين من عام 2017 واليوم الثامن وثلاثين من إضراب الكرامة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال المفتوح عن الطعام ويتجهون حسب صحف المحلية إلى تصعيد وخطوات شديدة ربما بتوقف عن شرب الماء والملح سبع الخير لك نورا سبع الخير لكم مشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية المتجددة دائماً من فلسطين هذا الصباح وتحية الصمود أكيد للأسرى الذين يأخذون هذه المعركة المتواصلة والمستمرة منذ 17 من شهر نيسان الماضي لتحقيق مطالبهم أكيد العادلة والإنسانية صباح الخير ورح نخصص أكيد فقرة خاصة ومحطة صباحية خاصة نتحدث عن آخر ما وصلت إليه الإجراءات أكيد بحقهم إجراءات تعصفية حتى بحق الأسرى المضربين عن الطعام من عمليات نقل وفي داخل السجون الإسرائيلية وكالمعتاد هذا المشوار الصباحي نبدأه بقراءة الأبرز مع عنوانات الصحف المحلية والصحف الإسرائيلية لهذا الصباح التي ركزت على موضوعات مختلفة ربما صحف الفلسطينية أبرزت قضية الأسرى في يومهم 38 لإضراب عن طعام وأيضاً زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولقائه بالرئيس محمود عباس في مدينة بيت الرحم أيضاً موضوع الأسرى حاضر معنا كما أشارت نورا وانتوقف مرأي سيد شؤون الأسرى والمحرارين سيد أيسا قراقع الذي سيحدثنا عن آخر ربما تطورات في هذا البلف وهذه القضية ولدينا اليوم محطة أخرى منوعة منها حملة الشيك نورا حملة الشيك نعم هذه الحملة التي تهدف لتعزيز الحوكمة البيئية وأيضاً لتعزيز المسائلة والشفافية في كل ما يتعلق بالقضايا البيئية رح نتحدث عن هذه الحملة ما الهدف منها وكيف سيتم تعامل المواطنين معه وبالتالي لتحقيق أهدافها أكيد سبعيداً عن البيئة مؤتمر خاص بتعليم الزراعي من استوديوهاتنا في غزة هذا الصبح طلالة خاصة لزميلنا محمد أشتيه الذي سيكون متواجد مباشرة من قراءة بني حسان وصباح الوطن الجميل وفي ذكرى الخمسين لاحتلال مدينة القدس جامعة القدس عقدت مؤتمراً بهذا الخصوص نتوقف مع هذا المؤتمر إذن هالمشوار الصباحي المشاهدين ببدا من بعد هالفاصل ليقراء الأبرز مع عنوانة الصحف المحلية ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابدأوا من صحيفة الحياة الجديدة وعنوانها الرئيس الخبر للرئيس الذي يتحدث حول المؤتمر الصحفي لسيد الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس لنظيره الأمريكي مشكلتنا الحقيقية مع الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف اسرائيل بدولة فلسطين حرية شعبنا واستقلاله مفتاح السلام والاستقرار وعلى اسرائيل الاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية العادرة والمشروعة وترامب أنا ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام وأنوي القيام بكل ما بوسع لمساعدة الجانبين على تحقيق هذا الهدف في تفاصيل هذا الخبر أكد السيد الرئيس محمود عباس أن نيل شعبنا حريته واستقلاله ومفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم وجدد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم أمس التزامه بالتعاون مع ترامب لعقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وكذلك العمل معه كشركاء في محاربة الإرهاب وأكد على الموقف الفلسطيني باعتماد حل الدولتين على حدود عام 67 دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وحل قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في صورة هذا الصباح مرفقة مع الخبر تظهر الرئيسين عباس وترامب يتصافحان في نهاية مؤتمرهما الصحفي عميد الأسرة كريم يونس مستمرون وسنصعد خطواتنا حتى انتزاع النصر أمراض جلدية تنتشر بين المضربين في سجن إيشل ونقل عشرة منهم للمستشفيات كذلك الصورة المرفقة مع هذا الخبر تظهر مواطنين على حاجز حوارة يواجهون جنود الاحتلال بالأعلام والصدور العارية دعما ونصرة للأسرة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إصابة مواطن برصاص شرطة الاحتلال بزعم محاولة الطعن في نتانيا حيث أعلنت شرطة الاحتلال أمس جرح مواطن بالرصاص زاعم أنه حاول طعن الشرطي من حرس الحدود الإسرائيلية في مدينة نتانيا داخل الخط الأخضر منها آردس توثق مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بحماية الجيش ومن العنوين كذلك على صفحتها الأولى نصر أخلاقي في معركة مستمرة وعد الرئيس وأوفى تشعر أمهات الأسرة في خيمة الاعتصام في ساحة المهد ومعهن باقي المعتصمين إسنادا للأسرة بأن الصمودهن حقق شيئا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدينة بيت لحم وتواجدهن في الخيمة منذ الصباح البعض نام في الخيمة مع استمرار إضراب الأسرة ودخولهم مرحلة الخطر المفتي يدعو لتحري هلال رمضان بعد غروب الشمس يوم الجمعة والحكومة تعلن دوام الموظفين خلال رمضان من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر الشؤون المدنية بإمكاني حملات هوية الضفة المتأخرين في غزة العودة لمناطقهم وفي عنوان آخر يحدث في غزة النبش في الحاويات لإطعام العائلة كثيرة هي الحالات التي ترتبط بنبش الحاويات لتقاط بعض الفواكه والخضار التي يتم إلقاؤها من المحال التجارية بعد اقتراب إطلافها أو تلفها ويتم مسحها من الأشخاص الذين يمارسون مهنة النبش في الحاوية بمخلفات ورقية أو أطمشة ملوثة ومن ثم الذهاب بها لأفراد العائلة لتناولها دون معرفتهم بأنها من الحاوية ولا يستطيعون رفضها بسبب حاجتهم لذلك في إشارة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا هناك اتصال هاتفي بين الرئيس وبابا الفاتيكان هذا كان من على أعلى رأس صفحة الحياة الجديدة لهذا الصباح الأيام هذا الصباح وأبرز العنوين والعنون الرئيسي كان حول القمة الفلسطينية الأمريكية في بيت الأحم كتبت الأيام القمة الفلسطينية الأمريكية أكدت العمل من أجل التوصل لأتفاق الرئيس مشكلتنا الحقيقية هي الاحتلال والاستيطان وترامب اتفاق سلام سيطلق عملية سلام في كل المنطقة ظن الأيام تنشر نص كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الأمريكي ترامب أبردينة للأيام لقاء الرئيس وترامب مهم والاتصالات الفلسطينية الأمريكية ستتواصل ومن على صفحة مبعوث ترامب يعود إلى المنطقة غدا وجهود لإعادة إطلاق المفاوضات ويتحدث الخبر عن لقاءات لهذا المبعوث جرينبلانت مع الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي الصورة المرفقة جاءت للرئيسين عباس وترامب حيث يستعرضان حرس الشرف خلال المراسم الرسمية لستقبل الرئيس الأمريكي في بيت لحم من الثاني إصابة مواطن والشرطي بعمليات طان واعتقال مقدسي بزعم محاولته تنفيذ عملية نوصل مع أبرز العنوين المهمة بخصوص زيارة ترامب ترامب يؤكد استعداد الطرفين لتحقيق السلام لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول ما يعتزم عمله والأيام أيضا ترصد مواقف محرجة وطريفة في زيارة ترامب إلى إسرائيل وخلال استقباله في المطار وزراء حكومة الاحتلال وهم يأخذون الصور ويتحدثون عن ذكرى احتلال القدس وغيرها من المواقف التي تم رصدها خلال استقبال ترامب في مطار ألد سارة ترامب هل يملك حقا خطة للسلام وسارة ترامب معروف بأنه صغير أمور 36 عاما وكلف بهذا الملف للتواصل إلى السلام بين إسرائيل وفلسطين وهو كما تكتب الأيام حافظ على سرية خططه لتسوية صراع أمره قدر سنه هو مرتين تقريبا صورة أخرى جاءت هذا الصباح من نابل زنود الاحتلال يقمعون تظاهرة دعم للأسرى المضربين عند حاجز حوارة وفي موضوع الإضراب الأسرى المضربون يتجهون إلى تسعيد خطواتهم النضالية مع دخول أوضاعهم الصحية مرحلة خطيرة تواصل الفعاليات التضامنية في الوطن والشتات على كل حسنة توقع مع هذا الموضوع بالتفصيل مع سيد إساقراك لاحقا هارت تقول مستوطنون يرشقون الحجارة على الفلسطينيين بحماية قوات الجيش داخلية حماس تؤجل تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة فقهة إلى وقت غير معلوم شهيد حاجز الكونتينر الفتى رائد ردايدا ولأول مرة السعودية تدعو لتحرير رؤية إلى رمضان قبل يومين حيث دعت سعودية أمس المواطنين إلى تحرير رؤية إلى شهر رمضان مساء الخميس 29 من شعبان فإن لم يرى في تلك الليلة يتم تحرير الهلال مساء الجمعة 30 من شعبان ودعت من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجرد أو بواسطة المناظر إلى إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته إليها والحكومة تقول بأن دوام رمضان من التاسعة حتى الثانية مسلموا بريطانيا يهرعون لإغاثة منكبي اعتداء منشستر الإرهاب يضرب بريطانيا 22 قتيلا بينهم أطفال في اعتداء استهدف حفلا موسيقيا في منشستر تبناه داعش وصورة أيضا جاءت لأفراد من الشرطة البريطانية خلال دورية في وسط منشستر بعد الاعتداء وأيضا منفذ الاعتداء هو بريطاني من أصل ليبي وما كشف عنه أمس أن شابا بريطانيا من أصل ليبي يدعى سلمان عبيدي وعمره 28 عاما هو منفذ اعتداء منشستر هذا بالصفحة الأخيرة من الأيام وصورة من بيت لحم وسيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيارة الليموزين المدرعة التي كانت تقل ترامب تمر بالقرب من الجدار العنصري الإسرائيلي خلال توجهه إلى بيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس صورة معبرة يعني صورة الليموزين الأمريكية خاصة بالرئيس الأمريكي وهي تمر بمحاذاة الجدار الفاصل الذي عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس المحتلة نعم على صحيفة القدس هذا الصباح الحكومة الإسرائيلية تشترط على الأسرة وقف الإضرابي قبل التفاوض مع قادتهم مع دخول معركة الحرية والكرامة يومها الثامن والثلاثين والأسير كاريم يونس ذاهبون نحو التصعيد اجتماع في بيت لحم وأدنى العمل الإرهابي في منشستر الرئيس نيلو شعبنا حريته واستقلاله هو مفتاح الاستقرار وترامبس عمل بنوايا صادقة مع عباس ونتنياهو لتحقيق السلام ترفق كذلك صحيفة القدس كلمة الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر الصحفي مع النظرية الأمريكي وفي خبر مرتبط نتنياهو يصعد تحريضه بحضور ترامب ويقول لو كان مهاجم منشستر فلسطينيا لا حصل على أموال من السلطة المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى اربعتوا إصابات برصاص الجيش والمستوطنين في عدة مناطق إضراب ومسيرة في العبادية احتجاجا على استشهاد الفتى رائد ردايدا ومن أبرز العنوين كذلك على صفحتها مجلس الوزراء يدعو إلى مزيد من التضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته الذين يرسمون معركة الحرية والكريم راما معركة هي أروع وأنبل صور الشجاعة والتضحية وكلف وزير الحكم المحلي بتحديد موعد الانتخابات التكملية ترامب يحظى بحفا وبالغة في الخارج وتضييق قانوني يهدد بئاسته في الداخل المؤتمر الدولي حول القدس يدعو لاستعادة مكانة المدينة نتحدث أكثر في محطة خاصة حول هذا المؤتمر الذي حمل عنوان القدس خمسون عمر من الاحتلال الإسرائيلي وآفاق مستقبلية اثنان وعشرون قتيلا وأكثر من مئة جريح حصيلة ضحايا تفجير مانشستر الإرهابي ومن على رأس صفحة القدس لهذا الصباح المفت العام يدعو إلى تحري هلال رمضان بعد غروب شمس الجمعة والشباك اعتقال مقدسي خطط لهجوم في تل أبيب خلال زيارة ترامب حيث ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي أمس اعتقال الشاب مقدسي يوم أمس الأول بدعو محاولتها الوصول إلى تل أبيب لتنفيذ عملية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسب موقع القناة العبرية السابعة فأنه تم اعتقال الشاب أثناء محاولته تجاوزا نقطة تفتيش قرب مستوطنة معالي أدوميم مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت متواصلة معه نرسل صباح أيضا من صحيفة الحياة أبرز الصور جاءت تضامن مع الأسرة وفي فعليات مختلفة صحيح؟ نعم تأخذ الصحيفة لهذا الصباح صور من خيام الاعتصام المتواجدة في كافة المناطق وكل محافظات الوطن تضامنا ونصرة للأسرة المضربين عن الطعام والذين يدخلون يومهم الثامن والثلاثين من معركة الحرية والكرامة والصور التي تأخذ حيزا أكبر أيضا صور المواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي كانت هذه جولة سريعة مع أبرز عنوين الصحف المحلية هذا الصباح فاصل ومن بعد نتابع في أبرز عنوين الصحف الإسرائيلية تفضلوا بالبقائم ترجمة نانسي قنقر 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 حتى أن وقاحت الوزير أكونيس ومعروف بمواقفي المتطرفة جدا قال أهلا وسهلا بترامب عضو في الليكود ولكن هناك من قلق من هذه الزيارة ومن تصريحات ترامب لكن الأمر الذي يعني نتانياو شعر بالنشوة في خطاب ترامب الأمس إذا ما شاهدنا في القنوات الإسرائيلية كان يقف كل ثلاث دقائق ويصفق لترامب نتانياو وجميع المشاركين في هذا الاجتماع لأنه تحدث عن إسرائيل وأمن إسرائيل يعني نفس الكلام اللي كنا نسمع من كل رؤساء الولايات المتحدة ما هو زاد على شيء لكن الأشي المهم في إسرائيل أنه لم يذكر كلمة دولتين ولا فلسطين ولا الاحتلال ولا الاستيطان هذا أبهج الإسرائيليين اليمين الإسرائيلي لكن هني نسوا كمان شغلة واحدة أنه لم يذكر القدس عاصمة لإسرائيل ولم يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وأيضا لم يعلن أنه سينقل الصفارة إلى القدس فيعني هني فرحهم وابتهاجهم يعني برضو في عليه علامة سؤال لكن في مجمل هذه الزيارة في إسرائيل يعتبرونها زيارة نجحة جداً على اليمين لكن اليسار يعتبرها أنه كان عليه أن يتحدث عن حل الدولتين وهناك من أعتبرها فشلاً ذرياً نبدأ في صحيفة معريف صحيفة معريف اليوم عنوانها الرئيسي اليوم بعد ترامب يعني غادروا اليوم شو بدينيساو بعد ما صافت الرئيس الأمريكي أنهى زيارته للمنطقة في خطاب داعم وبقوة لإسرائيل أبو مازن ونتنياهو كما قال ترامب يريدان السلام إيران تدعو لإبادة إسرائيل أنا في الفترة الأخيرة من سمع أن إيران بدأت تدعو لإبادة إسرائيل لكن هذا كلام نتنياهو يعني اللي ردده 12 سنة هذا لن يحدث في فترة حكم رونالد جي ترامب يعني بعد حكم ترامب يعني مسموح يبيدوا إسرائيل يعني هذا السؤال ومن يدعونا للاختيار بين دعم إسرائيل أو المسلمين يقدمون صورة غير واقعية جميع البشر يريدون العيش بسلام وسنحاول أن نخلق الاستقرار وكل الديانات هي اليوم تحت تهديد الإرهاب لكننا في هذه الزيارة تقدمنا جدا في خلقي على الأقل الاستقرار أنا مش فهم كيف يعني خلقي الاستقرار يعني هو بحكة عن أيضا الدولة يعني كانت عملية منشستر إدارتي ستقف بقوة إلى جانب دولة إسرائيل نتنياو طبعا حكى في كلمته أمام ترامب في نتحف إسرائيل أعدنا من جديد الشعب اليهودي شعب إسرائيل حي إسرائيل دولة ديمقراطية اقتصاد مزدهر ولإسرائيل أصدقاء في العالم لكن لن يكون لنا صديق مثل الولايات المتحدة شكرا لك على صداقتك الشجاعة معا سنهزم من يحتفلون بالموت وسننتصر على الإسلام المتطرف والإرهاب يعني لما بيحكي عن دولة ديمقراطية نتنياو أمام ترامب ولكن ترامب يعني ما كان أي ديمقراطية بحكي عن نتنياو لما نتحدث عن ديمقراطية ديمقراطية لكل مواطنين الدولي مش دولة ديمقراطية لليهود بس لليهود فقط لليهود إسرائيل تسنى اليوم قوانين عنصرية فاشية لا تموت بصلة للديمقراطية حتى اليوم في اقتراح قانون يعني يريدون أن منع المنظمات الإسرائيلية من أن تقدم التماسات إلى المحكمة العليا باسم الفلسطينيين فأنا أي ديمقراطية بحكي عن نتنياو شكل جديد هذا من الديمقراطية يبدو هو قصد الديمقراطية الإرهابية يعني أسمعت مبارح مصطلح جديد الانتفاضة السياسية لأبو مازي محل الإسرائيل هل ستتوقف انتفاضة الرئيس عباس السياسية طبعاً لبيرمان قال الإرهاب السياسي دبلوماسي وهنا بيحكوا عن الانتفاضة السياسية ضد إسرائيل طبعاً انتفاضة عسكرية بتكوش انتفاضة شعبية بتكوش والسياسية كمان يعني وشو الانتفاضة السياسية يعني كنت أنا أسمعت مبارح أمور يعني عجيبة غريبة من محللين إسرائيليين يعني ما إلو علاقة لا في الواقع ولا في إيش بيصير في المنطقة شلومو شاميرا الكاتب في صحيفة معريف يكتب من نيويورك تغيير مش نتنياه حكى أنه شعر بالتغيير لكنه لا يثير الاحترام هذا التغيير ولا رئيس أمريكي حظي مثل هذا التونامي من التملق والخنوع والخضوع كما فعل رئيس حكومة ووزراء في القدس لا ترامب اليهود في بلدة صغيرة في بولندا قبل محرقة اليهود كانوا يستقبلون الحاكم باحترام لكن بافتخار بيهوديتهم أكثر بكثير من حكومة ووزراء إسرائيل ويجب الإصغاء إلى ما قالته الدبلوماسية الأمريكية وليس إلى ما قاله ترامب مثل أقوال الوزير الخارجية الأمريكي تيليرسون الذي رفض أن تكون لإسرائيل علاقة بحائط البراق المبكى أو أقوال وزير الدفاع الأمريكي أن تل أبيب هي عاصمة إسرائيل وليست القدس هذا هو فيه هجوم الذي على نتنياو وحكومة نتنياو من نيويورك وهو يقتبس شخصيات يهودية التي كيف نظرت إلى هذه الزيارة وإلى كيفية استقبال ترامب في إسرائيل ترامب فيه بيت لحم لن يصمد السلام في المكان أنت بهم لي خميس الذي يكافأ به العنف وأنا ملزم بالتوصل إلى اتفاق سلام وسأعمل كل ما بوسعي لإنجاعه الرئيس عباس الصراع ليس دينيا وليس بين الأديان ومشكلتنا الأساسية هي الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف إسرائيل بفلسطين خيبت أمل في فلسطين لأن ترامب لم يذكر حل الدولتين والرئيس عباس أكد على موقفه مرة أخرى على دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحل القضايا الأخرى على أساس القانون الدولي خطاب ترامب كان من المقرر أن يكون في الكنيسة الإسرائيلي لكن خوفا من مقاطعته من قبل أعضاء الكنيسة تم إلغاءه في الكنيسة ونقله إلى متحف إسرائيل الوزير أكونيس الكبير تيبي ليبني أيضا كان لها تعقيب على هذه الزيارة وأيضا هناك ما حدث في بريطانيا بكاء المملكة 22 قتيلة في عملية إرهابية والكاريكاتير في صحيفة ماريب اليوم عن أورين حزن سيلفي سيلفي على صوار القدس في إسرائيل عندهم مثل أو مقولة إذا نسيتك يا قدس سأنسى يميني السهوب بقول إذا نسيتك يا القدس بنسى يميني وهي اليد اللي صورت السيلفي معه مع ترامب صحيفة إدعاة أحرانوت عن العنوان الرئيسي عن ما حدث بالأمس في إنجلترا الجنون وصل إلى بيوتنا مقتل 22 شابا وشابة خلال حفل واعتقال شاب بريطاني من أصول ليبية الخطاب الذي حضن إسرائيل في إيران يدعون إلى عبادة إسرائيل علامة سؤال ليس خلال ولاية دونالد ترامب ونعد بأن تكون إسرائيل قوية أكثر مما هي عليه خطاب ترامب كان حلم نتنياو لكن ما لم يقله ترامب ولا كلمة عن حل الدولتين ولا دولة فلسطينية ولا الانسحاب من مناطق 67 ولا حول الاستيطان الذي يعيق السلام ولا على كلمة احتلال من ناحية أخرى هناك من أصيب بخيبة أمل في إسرائيل لأنه لم يلمح حتى إلى قضية القدس والاعتراف بالقدس ونقل الصفارة في المستقبل إلى القدس عضو جديد في الليكود اليمين يحتفل بعد خطاب ترامب هو الوزير أكونيس خطاب غير مسبوق وتصحيح لخطاب بار مينان بار إيلان لكنه قال بار إيلان على نفس بار مينان يعني خطاب الموت خطاب بار إيلان له خطاب نتنياهو لم أعلن عن حل الدولتين أسأل اللي بيسمعها بالعبري تعرف تيجي بار مينان و بار إيلان طبعا هو يقصد بذلك أن حل الدولتين قد انتهى مات تيب إليفني تقول أن خطاب من ناحية أن الرئيس ترامب قال أن نتنياهو والرئيس عباس يريدان السلام وعليهما إثبات ذلك ميري ريقف بالإنجليز عكت الله يبارك فيك يا ترامب أربع رشدة عرفت تحكيها بالإنجليز مزبوط طبعا في صور لمراته لترامب وهي تضرب إيده يعني صورتين بداش تمسك إيده في الجريدة في الصفحات الداخلية وفي الصفحات الداخلية وهي تضرب فيه يعني أنه ما بدأ تمسك إيده ربما كان من أبرز أيضا ما رصدته الكاميرات الكاميرات أبرز الفيديو هذا المشاهدة كمان صحيح لا لازم ترجع على وراء أستاذ محمود طيب يلا مش مهمة هل معرفة فيه إيديوات أيضا هناك طبعا في صورة لمطبخ صارة نتنياو في المطبخ صارة نتنياو صورته اللي بتلبس صارة نتنياو هون هون هاي الصورة عفوا هاي الصورة اللي من فوق لا لا ارجع ارجع هديكا ترامب هاي الصورة صورة المطبخ صورة المطبخ ارجع صفحة أيها هون هون هاي الصورة هون في مطبخ صارة نتنياو شوف يعني هي حكت على أنه مش بعطوهنش مصاري رمموا البيت والبيت مش إلا هذا حالة مطبخ صارة نتنياو بيت نتنياو كله وسخ والخزين مكسرة أنا مش هام يعني مدى صحة هذا الكلام يعني هاي اللي كان بتلبس صارة نتنياو اللي بتجي بالله واعي اللي صورت هاي الصور ونشرتها طبعا نشرتها أكيد بموافقة صارة نتنياو منشان تثبت صارة نتنياو أنه هي مسكينة صحي بل كي ترامب شفق عليها وبعث لها شوية مصاري يعني ترمم البيت أيضا في دعوت نداف أيال محلل سياسي يكتب باقي الأحلام خلال زيارته باع ترامب الأحلام للجميع طبعا وبنجاح كبير الملك السعودي تحول إلى بطل إلى بطل ترامب في إسرائيل حصلوا على اللطف والعطف واللطف والمحبة والفلسطينيين حصلوا على أقل شيء أو لم يحصلوا على شيء لكن ترامب هو رجل مبيعات ممتاز حتى أن الجميع كان أراضا عنه شلوما بيوترو كويسكي هذا من اليمين الإسرائيلي يكتب اليوم أسباب للقلق الحماس لإنجاز اتفاق اتفاق سلام يجب أن يخلق نتنياو يعني حماس ترامب واليمين الإسرائيلي وماذا سيحدث لو انفجر السلام فينا جميعا شوف يعني خوفهم السلام يعني بالأمس لما تحدثت ترامب عن السلام خلال كلمته ولا واحد صفق له من الإسرائيليين الكاريكاتير في صحيفة يدعوت اليوم طبعا ترامب مسافر في الطيارة نتنياو مروح ومرته بحكي لها في الزيارة القادمة رايخين ندهن البيت في كيساريا في بيتهم يعني شوف الآن كيف حكت يعني البيت بعدها صحيفة هارت السريع السريع لنوان الرئيس ترامب في نهاية زيارته مع حلول وسط والإيمان بالسلام يمكن أن تعقد صفقة في خطاب مؤيد لإسرائيل التزم ترامب أن يقف إلى جانبها وأكد على العلاقة الأبدية بين اليهود والقدس للرئيس عباس قال أنه لا يمكن التقدم في السلام في مجتمع الإرهافي يحتمل ويمول وهناك فرصة نادرة للسلام ولكن المطلوب تنازلات رفيت هيخ تكتب اليوم من شرك ترامب حصل كل ولد على بلون الرئيس عباس طالع من ترامب التدخل من أجل الأسرة المضربين عن الطعام لقاؤك قال الرئيس لترامب يعطي الشعب الفلسطيني الأمل في بيت لحم لم يصور أحد سيلفي هاي نقلا عن التلفزيون الفلسطيني ترامب التزم لنتنياهو بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في عقاب الصفقة للسلاح مع السعودية رؤساء الجامعات يحتجون على قرار لجنة المعارف في الكنيسة لبحث العلاقة بين الجامعات وحركة المقاطعة البي دي اس هم يدعون أنه لا يعقل بحثة مثل هذا الموضوع فقط بسبب دعوة عدد من المحاضرين إلى مقاطعة إسرائيل سابقا مسيرة الأعلام اليوم في القدس ستمر من مركز البلدة القديمة وهناك تخوف من اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في هذه المسيرة لأول مرة السلطة بالمناسبة تسمح بأن تسير هذه المظاهرة أو مسيرة الأعلام في مركز المدينة وكاريكاتير بودع ترامب مرته بتحكي له وتقول له على الأقل في هذه الزيارة دهنا البيت شكرا جزيلا شوف لو أن نصدر نتانيا ومزوجته تفكير صحيح شكرا جزيلا صباح خير صباح خير صنعي لفايز عباس ونحن نبدأ محطاتنا المنوعة بعد فصل قصير توقف في أولاها مع الضراب الكرامة وسنتحدث مباشرة إلى سيد عيسى قراقع سينضم إلينا من بيتها لحم كونوا معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا من جد ترحبنا فيكم مشاهدينا لمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح هذه المحطة الصباحية نتحدث خلالها حول إدراب الأسرة الذي يدخل يومه الثامن والثلاثين إدراب العزوة الكرامة التي يأخذ الأسرة المدربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية للحديث أكثر ينضم إلينا السيد عيسى قراقع رئيس شؤون الأسرة والمحررين من بيت لحم أهلا وسهلا فيك في فلسطين هذا الصباح صباح الخير سيد قراقع أعلى مرحبا بك حتى صحف الإسرائيلية تحدثت عن أن رئيس محمود عباس وخلال القمة الأمريكية الفلسطينية يوم أمس في بيت لحم تحدث لترامب عن موضوع الأسرة وضرورة إنهاء هذه القضية قضية الإدراب من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وأيضا أين وصلت القضية بشكل عام هل فتح باب الحوار باب المفاوضات بين قيادة الإدراب ومصلحة سجونة لاحتلال نعم هذا صحيح الرئيس أبو مازن أولا التقه مع عائلات الأسرة المضربين قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي في بيت لحم وأكد الرئيس للعائلات أن على إسرائيل أن تستجيب لمطالب الأسرة لأنها مطالب إنسانية وعادلة وأنه لا مبرر لاستمرار هذه الهجمة المتواصلة على المعتقلين الفلسطينيين على مدار 37 يوما وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية عن حياتهم وصحتهم وأيضا شرح الرئيس لعائلات المعتقلين الجهود الفلسطينية المبذولة على كافة المستويات ومع كافة الجهات من أجل حماية الأسرة وإنقاذهم ومن أجل الضغط باتجاه الاستجابة لمطالبهم وأيضا تسلم الرئيس من عائلات الأسرة رسالة موجهة للرئيس ترامب والرئيس قال أن موضوع المعتقلين والإضراب سيكون من المواضيع الأساسية في البحث مع الرئيس الأمريكي وهذا بالفعل ما جرى عندما طالب الرئيس الفلسطيني أبو مازي من الرئيس الأمريكي التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الاستجاب لمطالب المعتقلين وفتح مفاوضات مع قيادة الإضراب حول هذه المطالب معبر الرئيس عن قشته وعن خوفه وعن قلقه على حياة الأسرع المضربين الذين تدهرت أوضاعهم الصحية بشكل كبير أتمنى أن يكون لذلك تأثيرا على الجانب الإسرائيلي أتمنى أن يكون تدخل تدخلا أمريكيا سيد قراءة إذا سمحت لي لكن ترامب غادر المنطقات دون ألف صح عن شيء بهذا الخصوص من قبل الجانب الإسرائيلي بالتالي نعم أنا أقول أتمنى أن يكون قد تحدث وأحدث تغييرا في الموقف الإسرائيلي العنجهي والمتصلب والذي يرفض حتى هذه اللحظة التجاوب مع مطالب المعتقلين ويرفض حتى ترفض إسرائيل فتح حوار مع قيادة الإضراب وتترك الأسرع هذا الزمن الطويل في ظل خشية من سقوط شهداء في أي لحظة في صفوف الأسرع المضربين عن الطعام لازال حتى الآن الموقف الإسرائيلي على ما هو عليه وتشترت إسرائيل وقف الإضراب مقابل التفاوض حول المطالب المطروحة وأعتقد هذا ما يرفضه المعتقلون الفلسطينيون الذين يريدون إجابات واضحة ومحددة وشاملة حول كل المطالب التي طرحوها والتي سلموها منذات الإضراب للحكومة الإسرائيلية لهذا أقول بشكل واضح أنه وصلنا إلى مرحلة خطيرة كافة المعتقلين الآن في وضع صحي صعب جدا وكافة المعتقلين أصبحوا في مستشفيات ميدانية وبعضهم نقل إلى مستشفيات داخل إسرائيل نتيجة خطورة وضعه الصحي وكأن كل هذه الجهود التي بدلت على مدار 38 يوم سواء الجهود الفلسطينية أو الجهود الدولية أو جهود مؤسسات حقوق الإنسان لم تؤدي إلى أي نتيجة وكأن إسرائيل بالفعل تتعامل كدولة فوق القانون وتريد أن تحدث جريمة بحق الأسرة وأن تسقط ضحايا في صفوفهم وهذا ما يقلق الشارع الفلسطيني ما يقلق الشعب الفلسطيني وهذا ما يزيد من حدة الغضب والتوتر لدى المجتمع الفلسطيني الذي يرى أن هناك مأساة تجري أمام عيني دون أن يستطيع أحد في العالم أن يضع حدا لهذه الممارسات الإسرائيلية ولهذا الموقف الإسرائيلي الذي يريد أن يحدث الموت في صفوف الأسرة ومع كل هذا وحسب الأسير كريم يونس يعني الأسرة مع نؤاتهم عالية ويتمتعون بتصميم عالي على مواصلة الإضراب وأكثر من هذا أنهم سوف يصاعدون بالامتناء عن تناول الماء عن تناول الملح ردا على هذه العنجهية الإسرائيلية ردا على هذه المماطلة والتسويف في المفاوضات وفي التجاوب مع مطالبهم تالي الأسرة رغم ظروفهم الصحية الصعبة يتحلون بعزيمة وبمعنويات عالية جدا ويستمدون ذلك من إرادتهم أولا ومن إرادة شعبنا الفلسطيني المشرف حولهم والذي يقف إلى جانبهم في هذه المعركة بالحديث أكثر عن أوضاع الأسرة تفاصيل زيارة المحامين في الفترة الأخيرة للأسرة المضربين عن الطعام كان بالأمس زيارة للمحامي تميم يونس لعميد الأسرة في السجون الأسير كريم يونس تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة وطبيعة الأوضاع التي يشاهدها المحامون هناك يعني كافة الشهادات التي تأتي من قبل الأسرة المضررين تتحدث باتجاهين الاتجاه الأول على تصميمهم على مواصلة الإضراب حتى النهاية وحتى تحقيق مطالبهم وأنه لا تراجع عن هذا الموقف والاتجاه الآخر يتحدثون عن التدهور في الوضع الصحي لعدد كبير جدا من المعتقلين سواء بالتقيق بالدم سواء بحالة الإغماء والغيبوبة الهزال الشديد الضعف وفبوط في دقات القلب التقيق وغير ذلك من الأعراض الصحية الصعبة جدا لا سيما أن هناك أسرة قدام مضربين أسرة كبار في السن حتى أسرة مرضى مضربين عن الطعام هناك حتى قاصرين مضربين عن الطعام بالتالي يعني ظهرت أعراض صحية صعبة جدا وخطيرة على صحة الأسرة المضربين أيضا يتحدثون أن حكومة الاحتلال وإدارة السجون لم تتحدث ولم تفاوض المعتقلين وقادة الإضراب وأنها لا تملك أي مصداقية وأي جدية حققية لفتح حوار جدي حول المطالب الإنسانية المطلوحة رغم أنها مطالب عادية ومطالب بسيطة وأيضا مطالب محقة ليست مطالب معقدة وليست مطالب مستحيلة أيضا الأسرة يتحدثون عن استمرار سياسة البطش والإذلال والتفتيشات اليومية والتعرية والنقل المنهك المستمر التي تقوم بسلطات الاحتلال بمعنى حتى اليوم الثامن والثلاثين إسرائيل تراهن على إفشال الإضراب وكسر المضربين بوسائل العمق بوسائل أبضاط وبكل الوسائل الوحشية لا تراعي أوضعهم الصحية المتدهورة عندما تقوم بتكبيلهم وتعريتهم وتفتيشهم ونقلهم من مكان إلى مكان وأيضا حصارهم ووضعهم في زنازين عزل في ظروف سيئة وغير صحية إنسانيا لهذا أقول عبر شاشة فضائية فلسطين وأوجه خطابا لعضاء الكنيسة العرب عليهم الآن أن يتدخلوا لاستجواب وزير الصحة الإسرائيلية على مدى جاهزية هذه ما يسمى المستشفيات الميدانية التي قيمت على بوابة كل سجد مدى جاهزيتها الصحيين وطبيا لأسرى لهم 38 يوم من الإضراب وظهرت عليه معاراض صحية خطيرة هذا التفاف يعني التفاف على أخلاق المهنة الطبية هذا يعني انتهاك لحق الأسير المدرب في تلقي الرعاية الطبية في أن يكون داخل مستشفى في أن يكون تحت المراقبة الطبية لهذا أنا أتوجه لأعضاء الكنيسة باستوديوة وزير الصحة الإسرائيلي على ما تقوم به حكومة الاحتلال ووزير الأمن الداخل من فتح مستشفيات مدانية على بوابة كل سجن لا يتوفر فيها سوى مسعفين تفتقد لكل المقاومات الطبية اللازمة وأيضا نشط الصليب الأحمر الدولي أن يصدر تقريرا شاملا عن الأوضاع الصحية صحيح الصليب زار الأسر المدربين في فترات مختلف ولكن الوضع الآن أصبح خطيرا حتى باعتراف إسرائيلي أن أكثر من سبيل أسير أصبح الآن بالمستشفيات من قام بزيارتهم من الأسر المدربين اكتفى بالقول بأن لعائلة أي أسير مدرب عن الطعام بأن ابنكم بخير فقط بهذه الجملة دور الصليب في هذه المرحلة مهم ومهم للغاية وأيضا لسنا في مرحلة تقييمية ربما بعد انتهاي الإضراب على خير إن شاء الله نتحدث عن دور كل الجهات ومنها الصليب الأحمر وكيف يمكن أن يكون الدور أكثر من ذلك هذا صليب ومؤسسة دولية ولكن الحكومة الإسرائيلية سيد قرق عندما تشترط على الأسرة وقف الإضراب قبل التفاوض ماذا يعني ذلك ودلالت ذلك أيضا في اليوم الثامن والثلاثين وسط ما يرشح وما يأتي من معلومات حول الحالة الصحية لأسر المدربين لسيما المرضى منهم أنا أقول بشكل صريحي كل الإضرابات منذ عام 67 كانت إدارة السجون تفاوض قيادة الإضراب حول مطالبهم وفي هذا الإضراب تريد ترفض ذلك وتتصرب بطريقة فوقية وبطريقة عنجهية وتراهن على إنهاك المعتقلين وعلى إفشال الإضراب دون تحقيق أينة نتاج لا أحد يضمن على الإطلاق أنه إذا توقف الإضراب سوف تستجيب حكومة الاحتلال لهذه المطالب الأسرواعون ومدركون هذه الخدعة الإسرائيلية لهذا لا يمكن أن يتوقفوا عن الإضراب بناء على مجرد وعود فضفاضة وغير عملية وغير واقعية وغير ملموسة لا يمكن لأسير يأخذ إضرابا منذ 38 يوما فقد الكثير من اللحم والدم وهذه المعاناة طويلة أن يوقف إضرابه مقابل وعدا إسرائيليا غير مضمون هذا جزء من السياسة الإسرائيلية التي أعلن عنها منذ البداية لكسر المعتقلين وعدم التجاوب مع مطالبهم وأسرائيل تتحمل المسؤولية عن ذلك وأسرائيل أقول بشكل واضح تريد أن ترتكب جريمة عن سبق إسرار وتعمد بحق الأسرى باستمرار هذا الموقف بعدم التجاوب مع مطالب المعتقلين أيضا أقول بشكل واضح أن الصليب الأحمر يقول أن الأسرى بخير أقول الآن الأسرى ليسوا بخير التقارير لا تصل لنا تقارير مفزعة وتقارير مقيفة جدا ونحن قلقين لهذا أقول عليها أن يصدر موقفا ليس فقط مجرد سلامات أن يصدر موقفا مما تقوم به إسرائيل اتجاه أسير مضرب تنتهك حقوقه الأساسية كيف يسمح الصليب الأحمر لأسير أن يبقى في الزنزانة 38 يوما حتى بدون ملابس كيف تسمح الصليب الأحمر بتفتيش أسير بواسطة الكلاب وهو في وضع صحي صعب جدا كيف يسمح أن ينقل على مدار الساعة من سجن إلى سجن وهو لا يستطيع الوقوف أو الحركة وبدأوا يسكتون على الأرض بمعنى عليه أن يتخذ موقفا قانونيا مما تقوم به إسرائيل اتجاه أسر مضربين إضرابا سلميا إضرابا عادلا إضرابا احتجاجيا من أجل حقوق اجتماعية وحقوق إنسانية هذا الوضع الآن نحن في مرحلة صعبة وفي وقت ضيق وكل ثانية وكل يوم تمر أصبحت تشكل ثقلا وعبئا وشعورا بالتوتر وأمام المرحلة الصعبة هذه والصعوبة تكمن ما يحدث داخل السجن أمام الصعوبة هذه التي تكمن في الوضع الصحي للأسرى للمضربين تتوقع ماذا خلال الأيام المقبلة سيد قرقا يعني كما قلت أتمنى أن يكون التدخل الفلسطيني حديث الرئيس مع الرئيس الأمريكي يحدث تغييرا في الموقف الإسرائيلي أتمنى أن تثمر كل الجهود التي بدلت على مدار ثمانية الكامل عن نتائج إيجابية وإذا لم تستجب إسرائيل لكل ذلك تكون إسرائيل قد أعلنت أنها تريد أن تقتل قتلا جماعيا المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وأقول بشكل واضح الشعب الفلسطيني لن يسكت والقيادة الفلسطينية لن تسكت على ما يجري داخل السجون وأسرين ستتحمل كل التداعيات وكل النتائج إذا لا صمح الله حدث أي شيء لأي أسير فلسطيني داخل السجون ونحن سنستمر إلى جانب أسرنا على مدار الساعة لن نتوقف أبدا في الدفاع عنهم والأسر أيضا يملكون القوة ويملكون الجرأة ويملكون البطولة في هذا الصمود الذي أقلق الإسرائيليين وأفشل كل النظريات والمخططات والحسابات الإسرائيلية وهذا الإضراب بملحمته بكبريائه مستمر في مواجهة هذا الاحتلال المجرم الذي يريد أن يذل الأسر ويريد أن يمسك كرامتهم شكرا جزيلا لك سيد عيسى قرقى رئيس هيشون الأسرى والمحراريين كنت معنا مباشرة هذا الصباح من استوديوهاتنا في بيتنا صباح الخير وشكرا جزيلا صباح الخير لك مرة أخرى ونحن نواصل مشوارنا الصباحي نتحدث من بعد هذا الفاصل حول حملة ليش هيك هذه الحملة التي تهدف لتعزيز الحوكمة البيئية يعني يكون لنا حديث خاص عنها من بعد هذا الفاصل إبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 صباح الخير من جديد لموضوع آخر هذا الصباح حملة ليش هيك الحملة جاءت ضمن مشروع تعزيز الحوكمة البيئية وتنفيذها شبكة المنظمات الأهلية طبعا حمسنا في ضيوفنا في الفاصل شو ليش هيك وما حكوا منهم يحكوا عن هوا ليش هيك يعني شو الحملة وشو ايش معنى هذه الحملة ناصر بوشربك مدير عمل عرقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للمرور صباح الخير ومعنى عبير البط مع منسقات شبكة المنظمات البيئية أصدقاء الأرض فلسطين صباح الخير ليش هيك يعني ليش هيك الأقدر أنا تحكي عن ليش هيك اللي هي عبير يوه يا عبير هنشوف ليش هيك هي حملة أطقناها شركة مظمات البيئية بالتعاون مع مجلس مجلس أعلى للمرور هلأ لأنكم حكيتوا في الموضوع هي أول مرة تطلق معي الصحرة فكرة لي خرباشتا لأنه حكي لف الموضوع فهي ليش هيك جاء أجت التسمية ليش هيك تعديات على البيئة ليش هيك المواطن بتعدى على البيئة ممكن ليش هيك البلديات برضو ما بتقوم بواجبها كما يجب اتجاه البيئة بتقديم الخدمات اللازمة ليش هيك مدينة رمالله صارت كلها بنيان من دون مساحات خضرة يعني في عنا وين كثير الموضوع فليش هيك كثير أشياء يعني ليش هيك كثير تعديات على البيئة سواء من أفراد من قطاع خاص ممكن من شركات من برديات وناصر ايش وصل للحملة احنا في المجلس سعر المرور احنا في شراكة استراتيجية بيننا وبين شركة المنظمات البيئية كان في عدة نشاطات اشتغلناها مع بعض يعني وكان حاليا بنشتغل على الحملة ليش هيك وعنا طبعا في نشاط مستقبل رايح يكوني بشهر سبع برضو كمان بس حملة ليش هيك حملة مش بيئية فقط يعني ولا تعني شبكات المنظمات البيئية فقط صحيحنا بنحكي عن خط أخضر بنحكي عن 1800-800-850 حتى انك انت اذا في عندك اي شكوة انك انت تقدمه لكن بالأساس هذه الحملة اجت حتى انه شوي توضع كل شخص او كل مؤسسة امام مسؤوليته امام ترجمة نانسي قنقر